كمان مش عايزين نتوتر زي ما بدأت الأخبار تقول من مبارح أن في مؤتمر صحفي حيعقده النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الوزراء وسيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني هيكون في مؤتمر صحفي حيعلنه في حلول التحديات اللي بتواجهها منظومة التعليم قبل الجامعي ومن الحاجات اللي هيتم الإعلان عنها في المؤتمر ده الكشف عن حلول جذرية لإنهاء مشكلة كثافة الطلاب في الفصول وكمان إعادة هيكلة منظومة السنوية العامة ومن أول ما تقال أو تصرب خبر أن فيه أو كتب في مواقع بشكل يعني دقيق أنه هيكون بكرة فيه مؤتمر صحفي حيتم الأقل وبدأت التكهنات وبدأ القلق وبدأت التوتر وبدأت الكلام على أن المادة دي هتتلغي المادة دي هتحط المادة دي هتتشال المادة دي ما نستنى لما المؤتمر يحصل ونسمع الكلام المفيد ونعلق وما لناش نعلق يعني أصل الموضوع فيه دراسات قبل ما بيخرج لنا يعني خلينا برضو نكون مدركين أن إحنا قضية التعليم في مصر قضية مهمة جدا ومن الأشياء اللي إحنا يعني الدولة حريصة عليها وفيه أساسة مناهج وفيه أخطاء بتحصل أكيد لأن إحنا كلنا بني أدمين وبشر وكذا افتكروا معينا من كام سنة كده لما حصل تحديث للمناهج في الصفوف الأولانية من أول كيجي لحد دلوقتي وصلنا لستة بتدائي كم الناس اللي كانت بتهاتي وبتتكلم على السوشيال ميديا وفي جروب المامز والطريقة اللي كنا متناولين بيها الموضوع دلوقتي أخبار سنة ربعة سنة وإيه يا جماعة محدش بيتكلم عنها الولاد بياخدوا الألوان اللي بيجاوبوا بيها اسلوب التعليم اسلوب جيد وبيواكب المناهج العالمية نهدى شوية لحد ما نشوف الأفكار اللي حيتم طرحها علشان إحنا محتاجين بجد أن نحسن من أداء المعلم داخل الفصول أن نخلي الولاد يرجعوا المدارس تاني ودي من الحاجات اللي تقالت لأن إحنا عندنا أولا كسفات كبيرة وعندنا عدد فصول قليل وبرغم العمل على ده إلا أنه مازال فيه مشكلات وفيه تصرب من المدارس وفيه ولاد ما بيروحوش ولولا أن يعني فيه إجراءات حاسمة وقوية زي مثلا المعاشات اللي بتتاخد وربطها بحضور الطالب للمدرسة فيه غيابات هتبقى كتير ممورك متعلقة بعض الدرجات فخلينا نكون يعني رفقاء بأنفسنا أولا وبولادنا لأن التوتر ده بيتنقل لولا اللي دخلين أولا سنة ويبقى من مبارح مثلا هم قاعدين شايلين الهم ليه مهرفش عشان سامعيني أن فيه كلام في مسألة تغيير نظام السنوية العامة فبالتأكيد هو عمال يفكر ما هو الدور علي يعني أنا اللي جاي يعني فبيفكر اللي جاي في تغيير السنوية العامة يا ترى هيتطبق علي إيه يعني لو فكرة اللي كانوا داخلين السنوية العامة في النظام الجديد كان برضو متوترين وعمال يقولك ده هيجربوا فينا يعني هيجربوا فينا النظام الجديد وحتى لو هيكون فيه طرح للأمور بعد كده نستنى فعلا زي ما بتقولي أن يكون فيه إعلان ما بعد المؤتمر الصحفي إلا يحصل أحيانا بيكون فيه بعض القرارات بيكون مع الجهات التنفيذية والمختصين مثلا في المناهج وبيتم بعد كده طرح الموضوع للنقاش المجتمعي بيكون فيه طرح بعد كده لنقاش مجتمعي والناس برضو يعني تدلوا بدلوها زي ما بيقولوا باعتبار الأسر لأن هي واحد من ضمن المنظومة يعني الأسرة ما هي برضو المسؤولة عن الطالب والطالب عنصر أساسي في المنظومة ولكن لحد ما يبقى فيه دعوة للموضوع هذا أبا دغاز مثلا من بعض الأسر أنه هو يقول لك إيه أنا ابني ما بيروحش مثلا للمدرسة أصل عدد الطلاب في الفصل كتير وتلاقيه موديه سنتر السنتر المادة اللي هو بياخدها فيه دعوة بعض الأسر اللي هو يعني إيه المنطق اللي بنفكر بيه دوت يعني وبعدين يعني لو هو المدرس كويس وبيوصل لإبنك المعلومة في المدرسة إيه لزومه الدروس إيه لزومه إن إحنا نضيع وقت ولدنا وبعدين المدرسة على فكرة جزء مهم منها مش وجود الطالب والواجب والدرس والمدرسة منظومة بتأهل ابنك للتعامل الاجتماعي مع الأفراد بتنمي مواهبه بتخرج الطاقة اللي عنده بتخليه يتعلم إزاي يتواصل مع أصدقاء وحتى لو بيزعله مع بعضه ويتخصمه ويرجعوا يتصالحه آخر اليوم تاني ما ديه تجارب خبرات أيوة يعني المدرسة المهمة مش بس عشان التعليم عشان التربية اللي كنا منتكلم فيها في الأول الشقين دول ما ينفصلوش عن بعض والمدرس هو القدوة بقى في المدرسة مش بيقولك بالزبط كده مش هو لسه بيقولك حتى هي دايما يسموها كان يقولك كده يقولك يا جماعة إحنا لما كان واحد بيجي الاستدعاء واليه أمر مثلا يقولك إحنا دي وزارة التربية والتعليم يعني التربية قبل التعليم فما معنى أن لازم طبعا مجتمع المدرسة المجتمع الدراسي أن الطالب يعني وأبنائنا يروحوا ويحضروا وفعلا طبعا أنا وديه ما أنا بواديه هياخد دروس خصوصية فعلا موجود فيها أضعاف أضعاف ده بيقى فيها مدرسة مدرسة في الحصة الوحدة اللي هيروحها فبالتالي لا المدرسة لازم يكون في حضور لها وعلى الجانب الآخر بالنسبة للدولة برضو بيكون فيه تطوير وهو ده اللي هنشوفه يعني مش بنقول إن لا كل حاجة يعني وردي لا بيقوله وواضح الكلام جدا إن فيه تطوير للمنظومة التعليمية وبياخدوا خطوات وهنشوفها وانتبعها وإن شاء الله الاجتماع يكون فيه قرارات مهمة يعني تعمل كده راحة لكل سواء الأب ولا الأم ولا الطالب أو المنظومة بشكل عام لأن المرحلة اللي هي ما قبل الجامعية خصوصا طبعا موضوع السنوية العامة اللي كنا لسه بنكلم عليه وما زلنا بنكلم ولسه كلامها هيكون موجود على السنوية العامة بخصوص التنسيق والمؤشرات الخاصة بالتنسيق دي في حد ذاتها بيكون مرحلة برضو لا تقل توطر عن مرحلة السنوية العامة اللي ما زالت حتى الآن وإن كانت بدأت الأمور تخف شوية إن مسألة بعبع السنوية العامة بنحاول يعني احنا بنحاول ولما هنسمع القرارات النهاردة أكيد بكرة برضو أيبا معينا فقران نتكلم عن القرارات ديت ونشوف يعني إيه الاستفادة اللي ممكن تعود على أولادنا يعني مهم إنهم يعني مثلا إذا هو هتتقسم المواد يعني يتقال مثلا إن إحنا البلد الوحيدة اللي عندها أكتر من 30 مادة على مدار طبعا الثلاث سنوات ف30 مادة ده كتير لو هو الطالب محتاج إن يتم دمج دمج مش إلغاء دمج بعض المواد في بعضها واستخلاص المنهج اللي مناسب للمرحلة دي والمعلومات اللي مناسبة لمرحلته العمرية ولفكره والدراسة اللي هيخدها بعد كده في الجامعة يعني ليه لا ليه لا وهو ده فكرة تعديل المناهج باستمرار وإن يكون فيه مواكبة بناء على احتياجات المرحلة ومواكبة للخريج نفسه بناء كمان على احتياجات سوء العمل احنا لسنوات